بعدما تعرفنا على حرف الآ وآ وآ وتعرفنا على كيفية نطقهم وحدهم وكيفية نطقهم مع الحروف الأخرى جاء وقت الإي حرف الإي لنرى ذلك فإن كنت تريد تعلم نطق اللغة الفرنسية بكل بساطة وسهولة فأنت في المكان الصحيح مرحبا بك وكما تشاهدون إنه هنا حرف الإي بكتاباته الأربعة الممكنة فهنا كتابة سكريبت كتابة الكتاب حرفها متفرقة فيما بينها هذا ماجسكول سكريبت وهذا ميليسكول سكريبت أي كبير متفرق وصغير متفرق وهنا كتابة الكراس الكتابة التي حرفها ملتصقة فيما بينها هنا كتابة كبيرة وكتابة صغيرة إذن كورسيم تسمى كورسيم ماجسكول ومينسكول إذن هذه هي كتابات الأربعة الممكنة لحرف الإ وهو واحد من الحروب الصوتية في اللغة الفرنسية أي ما يسمى بي ستشد إذن إذن لها علاقة مع الكسرة باللغة العربية إذن الإي تعاوضها الكسرة باللغة في اللغة العربية عفوا إذن لدينا هنا بعض الأمثلة سوف نقرأها مع بعض لدينا هنا حرف حرف الأم عندما يأتي بعده حرف الإي يقرأ مي حرف الآل بعده حرف الإي لي حرف الت بعده إي يقرأ تي حرف البي وراءه إي يقرأ بي إذن بي لي تي بي أرحب بكم من جديد أنتم الآن في قناة باختصار توكوغ وهذا الفيديو هو رابع فيديو من سلسلة كيف أتعلم النطق في اللغة الفرنسية بكل سهولة وسأساعدكم بإذن الله على التمكن من النطق السليم للغة الفرنسية وقبل أن نكمل الفيديو لا تنسوا الضغط على اشتراك وتفعيل الجرس لنكمل السلسلة معا إذن قد اخترت لكم هذه المجموعة من الكلمات لكي نقرأها فهي تحتوي على حرف الإي إذن الكلمة الأولى le premier mot دو مينو إذن مي فيها حرف الإي كما ترون لدينا هنا الكلمة الثانية ي زين أنتم ترون الآن هنا زي تشاهدون كما تشاهدون لدينا حرف الأس الأس ينطق هنا ز لأنه محصور بين حرفين صوتيين هما الإي والإي سنرى ذلك في فيديوهات لاحقة إن شاء الله إذن ي زين سيخ هذا يزين معناه مصنع سيخ السي وراءه إي ينطق سي سيخ أي السيخ ليغ معناه قرأ لي حرف الآل وراءه إي لي ليغ هنا ليغ معناه لدينا ميغواغ مي حرف الآل وراءه إي لدينا مي إذن مرآت معناه مرآت إذن نحن نرى هنا حرف الإي أيضا لكن لا يقرأ إي ميغواغ و إذن عندما يجتمع حرف الأو وراءه إي يقرأ و و سنرى ذلك في فيديوهات لاحقة إن شاء الله والكلمة الأخيرة التي اخترتها لكم إي ستواغ بمعنى حكاية إذن إي ستواغ لدينا الكلمة تبدأ بحرف الآش لا ينطق وسنرى ذلك في فيديو لاحق إن شاء الله إي وهنا والأو وراءه إي ينطق و مثل هذا المثال إخوتي أخواتي أريد أن أشجعكم فهذه الطريقة سعادتني أنا شخصياً في تعلم اللغة الفرنسية وسأفيدكم بها إن شاء الله لا شيء مستحيل فأنتم تستطيعون تحقيق المستحيل ما دمتم تؤمنون بأنفسكم فهيا لنكمل السلسلة معاً وبإذن الله ستنجحونا جميعاً إذن هذه الحروف حرف الإي يمكن أن تجدوه مكتوب بهذه الطريقة هذه أو هذه أو هذه كلها تنطق إي يوجد اختلاف بسيط لا نريد التعمق فيه إذن اشتركوا إخوتي أخواتي في القناة ولا تنسوا التفعيل الجرسي أيضاً ليصلكم كل جديد وستكون أيضاً هناك سلاسلة أخرى للمحادثة والكتابة وغيرها إذن سأترككم مع الصبورة سأترك لكم فيها بعض الكلمات لتحاولوا قراءتها لوحدكم إذن لا تنسوا أي حرف بعده إي ينطق كالكسرة في اللغة العربية إذن سلام أترككم مع الصبورة فورمي نملا لنا 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 أي حرف أغراق نملا سيطار رأينا سابقا ينطق ج في حالات خاصة الج ينطق سنرى ذلك في فيديوهات لاحقة إن شاء الله سو غي فأر سو غي فأر إذن مي لي غي جي غي هل استطعتم قراءة ذلك وحدكم؟ أحسنتم إذن تستطيعون أيضا حفظ معاني هذه الكلمات ملتقنا في فيديو آخر إن شاء الله شكرا؟ شكرا؟ شكرا؟